السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء و أهلا وسهلا فيكم بعد الحلقة معاكم درويش معوض و برحب فيكم بعد الحلقة من بنكوك هذه أول حلقة من هون في البيت هون في الحديقة إن شاء الله تكون الحديقة عجبتكم يا جماعة هذا اليوم هو تالت يوم بالرس أو بالسنة الميلادية الجديدة و بهذا الوقت دائما بتسمع الناس بتقول يعني كل عام أنت بخير وبهنيك بهذه السنة و إن شاء الله يارب تكون سنة خير علينا و يعني زي يعني بيجيبوا الثقافة الغربية يعني Happy New Year وإلى آخره طبعا أنا ما عندي مشكلة بالناس اللي بيقولوا كل عام تبخير و إن شاء الله سنتخير علينا يعني هذه قضايا فقهية أنا ما بحب أدخل فيها سواء أن هي مكروهة ولا حرام ولا ولا حلال إنه أنت يعني تعيد الناس لأنه في أراء كتير بهذا الموضوع هذا اللي بيقول لك والله أنا مثلا جاري مش مسلم وهو لما بيكون عندنا مثلا عيد الفطر و عيد الأرحى بيجي بعيدني فكيف لما يصير مثلا عيد الرص السنة إن أنا ما أقول له إنه كل عام تبخير أو مثلا أقول له إنه Happy New Year فكليات هذه قضايا فقهية أنا ما بدي أتكلم فيها إنه سواء هي حلال حرام مكروه هذي ممكن يعني في ناس غيري يعني بتكلموا فيها بس أنا اللي يعني حابب أتكلم فيه بهذا الموضوع اللي هو من ناحية الإدارة و من ناحية يعني علم النفس يعني مثلا تيجي بإحنا لما تيجي السنة الجديدة بتلاقي العالم كلياتها بتقول لك Happy New Year أو كل عام تبخير وبعدين على طول بتسألك مثلا إنه شو أمنياتك للسنة القادمة أو شو بتتمنى بالسنة القادمة طبعا هذه القضية يعني فكرة غربية أجت عندنا الناس بيجيبوها من الغرب لكن هو اللي عن ياريت بيجيبوها من الغرب بطريقة صحيحة بيجيبوها من الغرب بطريقة ناقصة جدا وهي كمان يعني طريقة غلط كمان فمثلا أنا يعني هما عشت في الغرب عشت في إسرائيلي عشرين سنة الناس لما بتيجي مثلا بتقول لك إنه Happy New Year على طول بتسألك سؤال إنه What is your resolution for next year يعني بمعنى إنه إيش الأشياء اللي بدك تسويها بالسنة الجاي لو إنه إحنا مثلا إجينا أخذنا قضية أو مثلا أخذنا مثلا شو ترجمة resolution في اللغة الإنجليزية فبتكون هي إنه resolution a firm decision to do or not to do something يعني بمعنى إنه قرار أكيد وحازم بإنك تسوي حاجة أو ما تسوي حاجة يعني هما لما بيكونوا عندهم لنيو يير وبيجوا بعيدوا بعضهم وبيسألوا على طول إنه مثلا شو بدك تسوي في السنة الجاي هم عمالهم بيسألوا عن نجاحات السنة الجاي عن إنجازات السنة الجاي عن شو عندك رؤية للسنة الجاي شو عندك خطط شو عندك أهداف شو عندك إصرار للسنة الجاي إنت شغال بدك تسويها مش إنه والله إذا ما إحنا بنسوي جبناها من الغرب غلط وجبناها ناقصة إنه شو أمنياتك يا جماعة الأمنيات ما بتمني مجتمعات والأمنيات ما بتمني سعادة والله يعني مثلا بيجي واحد بقول لي كل عام انت بخير بقول له انت بخير ان شاء الله بيجي بقول لي بتمنى لك انه سنة سعيدة طيب انت بتتمنى لي سنة سعيدة ما انا بتمنى لك عشرين سنة سعيدة لقدام وشو استفدنا يعني انت ضلنا نتمنى لبعض سنوات سعيدة وايام سعيدة وبدون ما انه احنا يكون عندنا انجازات يكون مدون ما يكون عندنا عمل بدون ما يكون عندنا هدف خطط للسنة الجديدة ما رح نسوي حاجة يعني السنة بتيجي وسنة بتروع عشرين سنة امرأة وعشرين سنة راح تيجي والناس يعني ايش يعني ايش بتغير اذا احنا نفسنا ما تغيرنا فيعني انا بقول انه لما احنا بنروح بنجيب اشياء من الغرب خلينا نجيبها صحريحة على الاهل يعني ما نجيبهاش ناقصة واحنا كمان نحرفها الامنيات اللي احنا عمالنا نفكر فيها انه والله كل عام انت بخير وكل سنة سالم وانه سنة سعيدة وبتمنى لك الخير طيب انت تمنى للخير وانا بتمنى لك الخير وما صارش حاجة وشو سوينا للمستقبل فانا يعني بقول ياريت انه احنا بنفكر بالحكي اللي احنا بنحكيه وياريت انه احنا يكون في عنا مش امنيات يعني الامنيات ما بتني السعادة الامنيات ما بتبني امجاد الامنيات ما بتبني حضارة الامنيات ما بتبني مصانع الامنيات ما بتبني اراضي زراعية ما بتبني حاجة الأمنيات أنا بتمنى لك وأنت بتتمنى لي وأنا بظلني أتمنى شو أمنيتك للسلجة والأمنيتك يكون عندي بيت وهذا يقول عندي مثلا تجارة وهذا يكون مثلا ألف في العالم كلها بتظلها أمنيات فلذلك لما إحنا بنعيد على بعض مثلا يعني ما هذه الشغلة بينكم يعني ما بعرف إنه هي إنه إنت بتقدر تعيد أو حلال أو حرام هذه الشغلة اللي بتخصكم لكن إذا إنتوا مثلا من النوع أو مثلا إحنا من النوع اللي بنحب نعيد على بعض وإنه كل عام أنت بخير ونودي مسجات خلينا إحنا نسأل يعني مجرد ما تقول كل عام تبخير اسأل يعني إنت هلأ مثلا في المجتمعاتنا إذا مثلا قلت لك إلى واحد إنه كل عام تبخير قال لك والله أنت بخير وعلى طول إنت سألته زي ما بيسألوا في الغرب إنه شو تطلعاتك للسنة الجاي شو قراراتك الحاسم للسنة الجاي شو بدك تسوي أشياء للسنة الجاي وشو بدك أشياء بدك تبطل عنها أنه أنت بسويها شغلات أغلاط وبدك تبطل عنها للسنة الجاي راح يتفاجأ جدا يعني راح يقول لك طب شو يعني شو أصدق لأنه محدش فينا بيسأل السؤال هذا إحنا بس بنتمنى ما بني يعني ما بنتكلم عن إنجازات ما بنتكلم عن عمل فلذلك أنا دائما بقول إنه لما إحنا مثلا بدنا نعيد على بعض أو بنتكلم بهذا الموضوع خلينا كمان إحنا يعني نجيب الفكرة صحيحة من الغرب وإنه نتكلم عن إنجازات الإنجازات يا جماعة هي اللي بتكون المجتمعات في مثلا إنجازات يومية في إنجازات شهرية في إنجازات سنوية خلينا نتكلم مع أولادنا مع أبنائنا مع جيراننا مع أهلنا مع عيلتنا إنه مثلا شوفي عندنا إنجازات يعني الأب والأم لازم يتكلم مع أولادهم اليوم مثلا شوفي عندنا إنجازات بدنا مثلا اليوم نزور مريض بدنا مثلا نزور مثلا نساعد عائلة فقيرة في يتيم مثلا بالحارة بدنا نروح نشوف شو أحواله في مثلا قطعة أرض مثلا زي حديقة بالحارة بالحي مهملة ما فيش فيها أي نوع من أنواع الاعتناء الزراعة خلي الحي يروح مثلا ينظفها يزرع فيها إشياء نوخد أولادنا يلعبوا فيها احنا نروح نتمرن فيها هذا عبارة عن إنجاز للمجتمع أما إنه إحنا بس يعني نظرنا نتكلم على الأمنيات هذا يعني كلام ما بيصير وكلام ما بيصح طبعا يعني أنا يعني لما كنت في استراليا كنت أشوف إنه الناس يعني صحيح مثلا إنه مش كل الأشياء اللي هم بيتمنوها بتيجي صح لكن في أشياء كتير يعني بيتمنوها وبتيجي يعني مزبوطة يعني مثلا كنت أسألهم طب إنت يعني اللي هم يسألوني وأنا أسألهم يعني أقولوا طب إنت يعني شو قراراتك الحاسمة للسنة الجاي فمنهم مثلا يقول لك إنه والله بدي أكمل دراسة فيه منهم يقول لك بدي أحوش مصاري بدي أشري سيارة فيه بدي أقول لك مثلا أشري بيت بدي أروح أشمي الهواء هذي يعني عنده يعني على الأقل عنده فكرة إنه هو السنة هاي شو بدي يسوي الإنجازات كتير يا جماعة والنجاحات كتيري وهذا مش سبب يعني مش عذر أبدا للناس اللي في مجتمعاتنا اللي بيعدوا أقول لك والله إنه إحنا يعني محدش معتين فينا وإنه إحنا يعني نجاحاتنا صعبة ومفيش عنا أمال وهذا الأوضاع الاقتصادية في بلادنا وأوضاع الاجتماعية ويعني مش قدرين نسوي حاجة هذي كلياتها بصراحة يعني أعذار هي لكن مش أعذار حقيقية وإحنا ممكن نتغلب على هذه الأعذار بإنه يكون عندنا نجاحات يكون عندنا إنجازات النجاحات يا جماعة هي اللي بتيجيب الثقة بالنفس وهي اللي بتخلي الناس التانين يبدوا ياخدونا على يعني بمعنى الجد يعني إحنا طالما إنه إحنا ما عندنا نجاحات في المجتمع وما عندنا عمل ما عندنا إصرار ما عندنا همة ما عندنا عزيمة الناس التانين يبيخدونا على ما بيخدونا على معنى الجد يعني 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 بقول لك هذا والله هذول يعني ناس سيك مشيين يعني على على باب على باب الله هيك بيسموهم عندنا ببلادنا يعني ياريت احنا نكون ماشيين على باب الله لكن هيك بيسموهم عندنا ببلادنا يعني انه اذول جماعة ولا اشي ما سيبك منهم فما بيصير حتى يعني بالاسرة الانجازات والعمل والاسرار والتقدم بيفيد اولادنا جدا يعني هم اولادنا لما يكون في عندهم اشياء يعني بدون يسووها في عندهم اسرار بالعمل في عندهم نجاحات بيزيد ثقتهم بالنفس بيزيد استاقص الإيجابية بنفسهم بيصيروا عندهم ثقة بنفسهم وبالآخر يعني بعد عشر سنين عشرين سنين لما بيكبروا أولادنا وبيكبروا الأولاد في المجتمع بيصيروا هم اللي بدهم يغيروا بالمجتمع يعني هم بيصيروا جيل النهضة اللي إحنا دائماً بنسعاله في أيامنا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم جداً في الأطفال وبالأبناء الصغار على أساس يعني أبناء الصحابة على أساس أنه هو هذا الجيل اللي راح يقود المستقبل وهو اللي راح ينهض بالمجتمع وفعلاً إحنا شفنا أنه الجيل اللي أجي بعد جيل الصحابة اللي هم الجيل التابعين شو سوا وين وصلوا وشو عملوا وكيف غيروا العالم وكيف يعني أقاموا نهضة ضلت يعني مستمرة في بغداد وفي الشام ومصر وبالأندلس فلذلك يعني هذا موضوع أنه إحنا كلما نقامل بعض نقوله كل عامة بخير وإن شاء الله يعني شو بتتمنى وأمنيات سعيدة هذا الحكي ما بينفع أعدوا مع سوا وتكلموا إيش بدكم نسووا للسنة هاي وللسنة الجاية وللسنوات الجاية وعلموا أبنائكم من الآن أنه يكون عندهم إنجازات وإصرار وهمة وعزيمة وأمل بالحياة للمستقبل على أساس أنه إن شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يطلع عندنا جيل جديد لهو جيل النهضة ويقود المجتمعاتنا إلى الأفضل يعني بتمنى أني أكون أنا يعني وصلت هذه الفكرة لكم وإن شاء الله يعني تكونوا يعني من الناس اللي يعني عندهم إنجازات وعندهم عمل وإصرار وهمة وعزيمة لبناء مستقبل أفضل لحضرتنا الإسلامية ولمجتمعاتنا الإسلامية ومثل ما أقول دائما أني أنا يعني قضيت وقت ممتع جدا في تسجيل هذه الحلقة وإن شاء الله يارب تكونوا أنتوا كمان أضعتوا أممتع في مشاهدة هذه الحلقة والحلقات اللي أنا سجلتها على الطريق من فطاني إلى إلى بانكوك ويعني إذا عجبتكم هذه الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وتركوه لتعليقاتكم بالأسفل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته